وكرر مرة أخرى بأن يكون تعاون واضح لأهلنا، آبائنا وأمهاتنا ما عندنا معاملة شخصية، لا ابن عم ولا ابن خال ولا أي منتسب لبيئة الشرقية موظف ونطالب ونمشي بمعاملته إحنا نطالب لمعاملات آبائنا وأمهاتنا اللي ناشدوكم ترى ماكوا واحد يطلع بالتلفزيون ويناشد من فراغ هذه من لوعة وقهر فبالتالي أمننا كبير بالوزراء الجدد ونتمنى القطيعة اللي التمسناها من بعض الوزارات تنحل بهذا التشكيل الجديد لا يكون متعالي على صوت المواطن